فاطمة بن قيس وليس لها في كل كتب الأحاديث سوى حديثين هذا الحديث وحديث أن زوجها طلقها أو قلنا مات عنها تأيمت فلما يجعل لها النبي نفقة ولا سكنها وهو الحديث الذي ردته عائشة ورده عمر قال حسبنا كتاب الله لا نترك كتاب ربنا وفره وسنة نبينا لقول لمرأة لا ندري حفظت أم نسيت ليس لها إلا هذين الحديثين فقط ليس لها إلا هذان الحديثان فقط طيب هذا الحديث قصة عجيبة جدا سيناريو مذهل تتوافر كل الدواء على نقله كيف لم تنقله إلا امرأة واحدة فقط لماذا لم يروه غيرها من الصحابة ابن حاجر قال لا دونك دونك رواه جابر وروته عائشة وروه أبو هريرة عدنا إلى الأسانيد كلها لا أصل لها فالحديث بلا شواهد على كل حال الإختصار يمكن أن تعودوا إلى دراسة للدكتور الفاضي الحاكم الامطيري عالم كويتي أستاذ جامع فاضل له دراسة ممتازة في زواء خمسين صفحة عن تناقضات حديث الجساسة انتهى بهذه الدراسة إلى أن الحديث واهن جدا وضعيف ومتناقض ومشاكله أصعب من أن تعالج خاصة الإسنادية وأيضا مشاكل المتن ولذلك العلامة الشيخ محمد صالح بن عثيمية رحمة الله عليه في المملكة قال هذا الحديث ممكر المتن غمزه وهو في صحيح مسلم قال في متنه في نكارة ولم يتكلم في الإسناد محمد رشيد النضا علّله بست علل بست علل تقريبا على ما أذكر قلته قبل سنين علّل هذا الحديث بست علل على كل حال في غيره من العلماء تناخضات كثيرة جدا يا إخواني تناخضات كثيرة جدا ترجمة نانسي قنقر